يسعى صباحكم الجديد مشاهدينا وانما كنتوا عم بتتابعونا طبعا من فاته اين محطات فلسطين هذا الصباح بالامكان العودة لصفحة البرنامج عبر الفيسبوك للإطلاع عليها ننتقل الى المحطة التالية ونتحدث بتفاصيل اكثر حول عمل الجمعية الفلسطينية الصينية طبعا عندما نتحدث عن الصين نتحدث عن علاقات تاريخية عميقة جدا صين الداعمة لقضيتنا الفلسطينية منذ الثورة وما زالت طالما كانت الصين حكومة وشعبا داعمة لشعب الفلسطيني ريمة في كافة المجالات القطاعات الاقتصادية الصحية التعليمية في كافة المجالات نتحدث عن الحوار الذي جار قبل عدة أيام برعاية السفير جمهورية الصين الشعبية وبتواجد جمعية الصداقة الفلسطينية الصينية معنا هنا في الستوديو الأستاذ عدنان سمارة رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الصينية مهندس عدنان ساعة صباحك أهلا وسهلا في tutto بالخير لكم ولكافة المشاهدين أهلا وسهلا لكم على هذه الاستضافة أهلا وسهلا وسهلا مساعدين جدا بوجودك وساعدين عندما نتحدث عن العلاقات الفلسطينية الصينية وعمق هذه العلاقات في الحقيقة بالتالي كيف تصفها أولا اسمحوا لي أن نبدأ بتهنئة الصين رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة 25 سنة على إعادة هونغ كونغ إلى أحضان الوطن الأم ولهمية هذا الحدث زار الرئيس شين جين بن الآن هو موجود في هونغ كونغ لتأكيد على وحدة تراب السين وهم يطرحوا شيء مهم يجب أن يتذكروا أنه دولة واحدة في نظامين لأنه أعطوا هونغ كونغ نظام مختلف عن السين العلاقات السينية الفلسطينية هي تاريخية منذ البداية أولا من عام 1964 زار وفد من حركة فتح برئاسة الرئيس أبو عمار والشاهد أو جهاد كوفد رسمي لزار الصين في ذلك الوقت ومن العربة 1965 زار الرئيس الله يرحمه كمان أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الصين واعترفت الصين أول دولة خارج المنطقة العربية اعترفت بمنظمة التحرير وبالثورة الفلسطينية وأمدتها بكل ما يتطلب لدعم الثورة الفلسطينية لقناعة قيادة الصين في ذلك الوقت أن الثورة الفلسطينية هي شيء مهم لمناهضة الاستعمار وكما هي الصين في شرق آسيا إحنا في المنطقة العربية وليمان أيضا بعدالة القضية الفلسطينية بالتأكيد بالتأكيد وتطور هذا الموضوع وبقي هذا الموضوع يعني أنا أذكر أن الرئيس أبو عمار زار الصين 14 مرة الرئيس أبو مازين زار الصين لحد الآن ثلاث مرات والعلاقة حقيقة مستمرة والصين رغم أنها تحولت من الإديولوجية إلى الاقتصادية ولكنها بقيت ملتزمة بالقضية الفلسطينية وآخرها كان طرح الرئيس شينج من النقاط الأربعة لحل القضية الفلسطينية المعروفة الندوي كانت أولا إحنا كجمعية صداقة نعتبر أننا مكملين لدور السفارة الصينية ومكملين لتعميق العلاقة غير الرسمية الشعبية بين الشعب الصيني والشعب الفلسطيني إحنا بهمتنا أن ننشر أفكار الصين في فلسطين ونعرفهم أحضارة الصين وما تقوم به الصين وبنفس الوقت أن ننشر الثقافة الفلسطينية والمشاكل الفلسطينية أن نعرف الشعب الصيني عليها من هون هذا مهم جدا من هون إحنا يعني نعتبرين العلاقة الرسمية كتير جيدة وكتير ثابتة ولكن نريد أن نثبت العلاقات الشعبية لأن الحكومات تتغير ولكن الشعوب تبقى من هون إحنا حريسين جدا كجمعية أن نثبت أن نكوي العلاقات الشعبية يعني تحدث عن تبادل زيارات أستاذ عدنان سواء على المستوى الشعبي مستوى الطلاب لتبادل الثقافات لتبادل الدراسات لتبادل الخبرات في كافة المجالات يعني طبعا إحنا بالعادي إنسى السنتين اللي مرت الكوفيد والصين لا زالت لحد الآن شبه مغلقة يعني اليوم الصفر إلى الصين ليس سهلا بعدها ملتزمة وملتزمة بموضوع الحظر إلى آخرين ولذلك هناك الآن صعوبة من زيارات الصين ولكن قبل ذلك الصين تقدم كل سنة مجموعة من الدورات التخصصية للكوادر الفلسطينية وكان فيه تركيز كثير على القضايا الصحية والقضايا الزراعية والقضايا الثقافية تعليم اللغة إلى آخرية إلى آخرية إحنا دورنا كان يعني كنا نرشح لأنه فيه علاقات رسمية هاي الدورات تذهب إلى الوزارات ذات الاقتصاص وكانوا دائما يخصصوا للجمعية عن طريق الجمعية دورات محددة إحنا نختارها حسب الاحتياج حسب هم يضعوا هذه الدورات بلأنه هي ليست دورات لفلسطين لوحدها وإنما هي لأكتر الدول لزينا العالم المناني في مقاعد خاصة بفلسطين بالضبط فكانوا يعطوننا إياها ونرسل وبقدر أقول يعني في زماني أنا يعني أرسلنا أكتر من 150 دورة تخصصية إلى الصين هذا عدا عن التبادل أنه نستقبل كنا نستقبل طلاب لأنه الحقيقة الدعاية الإسرائيلي بالصين كبيرة واستطاعوا أن يعني يؤسسوا يؤثروا على كتير من المجتمع الصيني من هنا دورنا كبير وعلينا حبل ثقيل طبعا بالتعاون مع الصفارة الصينية في فلسطين والتعاون مع الصفارة الفلسطينية في بكين إحنا علينا أن نعمل كثير لتصحيح هذا المفهوم من هنا نستقبل بعثات وخاصة مركزين على البعثات الأكاديمية والطلاب والعلاقات أيضا الجارية الفلسطينية متواجدة هناك أستاذ عدنالها دور كبير أيضا جدا وخاصة التجارة يعني أنت تعرف أن كوانزو ومقاطعة كوانزو يعني في أكتر كان من أربع خمسمائة مكتب تجاري موجود في كوانزو في مقاطعة كوانزو ويمكن هذا الموضوع التجارة تحديدا أصبح علي قيود أكثر في ظل أزمة كورونا ومبعد هذه الأزمة بالتالي عندما نتحدث عن الصين نتحدث عن دولة عظيمة دولة ريادية دولة لديها إبداعات وتميز في عديد من هذه القطاعات دور الجمعية في طبعا العكاس كل ذلك على القطاعات في فلسطين هو إحدى أسباب عقد هذه الندوية هو تعريف الفلسطيني عن الوضع السياسي موقف الصين السياسي اللي هو بالآخر انتهى بالنقاط الأربعة اللي طرحها الرئيس جيني بآخر زيارة للرئيس أبو مازن هذا الموضوع اثنين المشاكل كيف نستطيع أن ننمي العلاقات وخاصة العلاقات التجارية ولذلك الندوية كانت بالاشتراك مع ورف التجارة رامالله والبيري ومع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وكان النقاش حول هذا النقطة لأنه الآن الحقيقة التجارة مع الصين متعثرة إلى حد ما بسبب الإجراءات الصينية الصفر الصفر اثنين ارتفعت تكلفة الشحن بالعالم كثيرا وخاصة من الصين من الصين اليوم بطل التاجر يستطيع أن يحضر البضاعة ويستطيع أن ينافس بالسوق من هون تم طرح هذه القضايا والسفير الصيني في فلسطين والسفير الفلسطيني في بكين أوضحوا هذه الأمور أن هذه إجراءات لا تقص فلسطين طبعا طلبنا بإعفاءات جمركية على البضاعة الفلسطينية كما هو وهذه جوال مهمة جدا في دعم قطاع الاقتصاد في فلسطين بالضبط في كثير من الدول أو كان هذه المهمة إلى الملحق التجاري وإلى السفارة الصينية لأنه طبعا في قضايا نستطيع أن نعملها الإعفاء الجمركي للبضاعة الفلسطينية هذا أنا أعتقد من شغل السلطة الفلسطينية الحكومة الفلسطينية والجمعيات والسفارات أو في قضايا موضوع الشحن ليس بأحد إنهم هذا شيء عالمي منهن نحاول أن نشجع البضاعة الصينية البضاعة الفلسطينية أن تسوق بالصين وعندما نقدمه عندما نقدمه خاصة في صناعة الأدوي صناعة الحجر والرخام إلى آخره نستطيع أن ننافس من هون مهمتنا ومهمة من حاول مع المؤسسات ذات الإختصاص الحصول على إعفاءات وتسهيلات لدخول البضاعة الصينية الفلسطينية إلى الصين لأن البضاعة الصينية إلى فلسطين موجودة وسهلة طبعا إذا ننسينا فترة الكورونا أما بالباقي هي تسير بشكل كوي أيضا كان هناك حديث مهم أستاذ عدنام حول عرقلة الاحتلال للعديد من المشاريع الصينية التي كانت بدعم صيني ومن المفروض أن يتم تنفيذها هنا في فلسطين ولكن الاحتلال كان له دور كبير فيها قطة لا شك من الصعوب في مكان رسميا أن تحصل أن يحصل للصيني على فيزة دخول أراضي الحكومة الفلسطينية الأراضي الفلسطينية هاي أكبر عائق ومن هون تتعثر كثير من المشاريع يعني على سبيل المثال المنطقة الصناعية في تركوميا إحدى مشاكلها هو دخول الخبراء ودخول المادات المشروع اللي هو إنتاج الطاقة الشمسية في بنينعيد تأخرت يمكن سنتين أو ثلاثة بسبب إجراءات الدخول والخروج وإحضار البضائع هذه الحقيقة مشكلة دائما تؤرقنا ونحاول مع السفارة الصينية من هون ونطلب منهم أن تتدخل السفارة الصينية في تل أبيب لأن هناك علاقات يجب أن نعترف أن العلاقات الإسرائيلية الصينية على كثير في مستوى كثير متقدم من هون من طالب السفارة ومن طالب الجهات الرسمية والوفود اللي بتيجينا عليكم أن تستخلوا نفوذكم وأن يكون في تسهيلات لدخول الصينيين إلى الأرض الفلسطينية هذا مطلوب صحيح نعم هذا ما نتمنى أن يتحقق أيضا في القريب العاجل وأن يكون هناك استثمارات ما يدعم الاقتصاد الفلسطيني أشكرك جزيل أشكر المهندس عدنان سمارة رئيس الجمعية الفلسطينية الصينية يصد صباح شكرا لكم ولكافة المشاهدين مارك الله بكم